ليس عبثا أن تفرض معايير السلامة لترخيص المنشآت الصناعية كالمساحة والتهوية وعدد الآلات وإنذار الحريق والفيضان لأنها قد تشكل الفرق بين الحياة والموت عند حلول الكارثة في أحد الأحياء في مدينة طنجة المغربية هناك ورشة مصنع صغير للنسيج هذه الورشة مقامة بمرأب للسيارات تحت الأرض يعمل فيها أكثر من مئة عامل هكذا يقول سكان المحليون ومعظمهم من النساء الأمطار كانت غزيرة على المدينة فيما يبدو خلال الأيام الماضية فحصر العاملون بمياه الفيضانات وهذا متوقع في مرأب تحت الأرض ونظرا لاستغاثات العمال العالقين أتت فرق الدفاع المدني إلى مكان الحادث مكان الفيضان ثم حاولت ضخ المياه المتجمعة في الورشة وإنقاذ العالقين أن يفيض معمل نسيج به آلات خياطة هذا خطير جدا الآلات كهربائية وهناك ماء وهناك بشر ما توقعته الصحف هو الأسوأ ربما وهذا ما حدث فقد قالت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة إن 28 شخصا على الأقل لقوا مسرعهم بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل وحدة صناعية سرية للنسيج تحت الأرض في مدينة طنجة شمالية البلاد وتم إنقاذ عشرة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى عمليات الإنقاذ مستمرة وقد تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث بالنسبة لأهالي الحي أقارب العاملين المحاصرين كانوا في المرآب تحت الأرض كانوا موجودين خارج الموقع الحادث هذا أحدهم الأخور جاب ذك قالوا لي بنتك ما ماتش قتلي بنتي لا أختي ماتت راح شدت لها في الدهنة راح مشت الدهنة ما قتلي تحت القدس مشت مشين يجبنا واحد لقنبة يجبنا واحد لقنبة يجبنا شيء خرجنا شيء عشرات اللي خرجنا من هنا عشرات الناس واحد المرة كبيرة واحد دري صغير واحد المرة هيا خرجنا من خرجنا كاتش عربان ما كيف يخفى هذا المعمل عن السلطات المغربية معظم التغريدات كانت تتساءل بهذا الاتجاه مولزي إبراهيم يقول كالعادة لن تتحمل الدولة أي مسؤولية في واقعة الطنجة وستحمل المسؤولية للمواطن المغربي وفر فرص عمل للمواطنين المغاربة نسرين زيري تقول الله يجعل مثواهن الجن يا رب والله يجيب حقهم من المسؤولين والمتسترين على إقامة معمل نسيج في قبوم ابن سكني بدون أي مواصفات سلامة الله يصبر دويهم يا رب علي حركاته يقول ليس هناك ما يسمى بمعمل سري ولو استعمل هذا اللفظ المعنوي إلا لصرف الأنظار والتستر عن المسؤولين الحقيقيين وراء هذه الفاجعة ولا شك أن كل المنطقة تحت نفوذ سلطة محلية تراقبها وتعلم كل ما يسري فوق ترابها وهذه هي الحقيقة دون محاولة إخفائها بالغربال كما يقال تغريدة أخيرة من أمبر أمبر يقول أمبر المسؤولية تحملها المسؤولون لا يجب الترخيص لمعمل في مكان غير لائق وليس به نافذات للإغاثة والمعمل يقع في مكانه تحت الأرض يجب على الأقل أن يكون المصنع في مكان مرتفع قليلا وعند حدوث فيضان لا يصل إليه الماء يا دولة الويل والعار إحدى النجيات من الفاجعة وتعمل في هذا المصنع تحدثت إلى محطة محلية ووصفت ما حدث فلنشاهد أخي دخلنا مع السبعة ونصف دارتك تسعود لله رب صفيفة الماء ماشينا احنا خرجنا تمانية بهنا ربع الدراري ربع البنات عندما بقي كل شي غرق كل شي مات ما الماء ما خللهمش الفرصة فيني هربوا لأن الماء يدخل هك يدخل في حل موجة أخي بك الحملة بسؤولية الواحد بطرون بيدو مات قادر الله معنا من ديره هذا ليس المصنع الوحيد غير المرخص فهناك دراسة لنقابة رجال الأعمال في المغرب تقول إن نحو 54% من منتجات النسيج في المملكة تأتي من معاملة لا تحترم المعايير القانونية أي أكثر من النصف شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر